السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض غدا شعبي حاجة كده في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده فتت لحمة باللحمة الضاني يعني بسم الله ما شاء الله حاجة كده تفتح النفس ومعها طبق الشربة وطبق المخلل اهو حاجة سهلة جدا مش شرط يعني يكون عندنا عيد او مناسبة عشان نعملها لا في اي وقت نعملها نفسنا فيها يلا بنا اقول بسم الله ونصلى على الرسول ونشوف المكونات مع بعض بس يا ريتي لسه ما اشتركش في قناتي اشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد ويلا بنا اقول بسم الله اول حاجة طبعا معانا اللحمة الضانية غسلتها كويس جدا ونضفتها ومعانا طبعا ايه البهرات بتاعت الشربة ومعانا بصل وطماطم وجزر تمام كده هنروح باعها البتجاز معانا الحل على النار بتغلي احط فيها الجزر اهو والبصل والطماطم والبهرات بتاعت الشربة اللي هي الحبهان وورا وفلفل اسود طبعا ايه حصى مش مطحون وهنزل بها عليها كده باللحمة وطبعا ايه النار عالية اول ما تبدأ تخش معايا في السوى رحاجة مهادية عليها النار واسبها تكمل السوى بتاعها وهي اصلا كده كده مش تاخد معانا سوى ايه كتير تمام اللي هي اصلا صغيرة لحمتها صغيرة الجزي بتاعها ايه مش كبير يعني وهنا طبعا هنعمل الصلصة معانا معلاء السمنة هحط فيها التومة واقلب فيها لغاية ما تحمرلي معايا بالشكل ده هحط على رشة كصبرة رشة صغيرة واقلب كده تمام وبعد كده حط ربع فنجان خل وهقلبها لغاية كده ايه تغلي بس كده معايا هكون طعم جاهزة معايا عصير الطماطم وحاجة احطها عليها تمام كده انا طبعا مش هحط خالص ملح في المرحلة دي لما بخلصها خالص وهطف عليها ابدأ بقى حيقها وحط الملح بتاعها هحط بقى رشة سكر كده بتكسر الحموضة بتاعتها اهو وهجاي مقلبها وحط ايه فلفل اسود بس كده وقلبهم بقى مع بعض وهغطيها واسبها تغلي كده معايا وبعد كده هدى عليها النور وهنا طبعا اللحمة هوا بتغلي معانا هوا هبدأ بقى هدى النار خالص وهسيبها بقى تستيوموا على نفسها كده وحط عليها ملح ان هي كده خلاص دخلت معانا ايه في السوا وهنا بقى نبدأ نعمل الرز يعني بص الفتة بخياتش منها وقت ازاي عينة عليها الرز وعينة عليها السلسة وعينة عليها اللحمة يعني على طول هحط معلاء السمنة او زبدة وعليها الزيت يبدأوا كده يسخنوا معايا كده هكون طبعا ايه غسلة الرز هروح اجايه حطاها عليه وافدل اقلب كده واشوحهم مع بعض وحط الملح وطبعا ايه انا مولاها على المية بتغلي معايا في الايه في الكتل ابدأ كده اشوحوا كده شوية على النار كده بعد كده احط المية ايه مغلية طبعا معيار الرز البلدي بتاعنا آآ كوباية رز معيارها كوباية مية اهو هروح اجاي كده بقلباها واسيبها بقى تغلي كده على النار واو ما تبدأ كده الرز يشرب المية هروح اجاي مهدية النار خالص عليه واسيبه بقى يستيه مع نفسه كده بس اكي ازبط كده النار واسيبه واغطيه ولما يبدأ يغلي هدى على النار وبعد كده هاي بقى نعمل العيش بقى العيش براحت خالص زي ما انت عايزة عايزة تعمليه على النار من فوق كده بمعلقة السمنة كده والشوحية على البدو جاز من فوق تمام عايزة تعمليه في الفرن كده من غير ما تحط عليه اي مواد دهنية برضو عادي عالشوية وتحجيه حطاه ويدك فيه طبعا كل شوات قلي بيه عشان ايه ما تحرقش منك انا هعمله الطراء حلوة قوي تاكل العيش قبل ما تاكل الرز اول حاجة بقطع كده العيش زي ما انت شايفه كده بقطعه كده بالمقص تقطعيه بايدك زي ما انت عايزة بس طعم بالمقص بقى شكله احسن كتير هفضل اقصه كده بص يبقى شكله عامل ازاي جميل جدا وبعد كده طعم بعد ما قصه كده وخلصه هكون طعم جهزة معي بقى التحقيقات بتاعتها بقى كده هون قطعت الكمية كلها اللي انا عايزاها من العيش تمام طعم قطعت الكمية براحتك اللي انت عايزة عايزة العيش كتير تمام مش عايزة كتير بتحب العيش قليل اللي انت حباه هزبط كده بقى اللي عيش كده فرده في الصينية وابدى بقى ايه ازبط بقى ايه التدبيلة بتاعتي معاي معلاء الزبدة انا مسيحة على النار وهحط عليها معلاء الزيت وحط عليها فلفل اسود وملح بس كده وهقلبهم ممكن بقى اضيف كم معاهم سنتهم لو عايزة مش عايزة خلاص وابدى كده رشهم كده على العيش كده اسقل عيش منهم وهقلبهم وحطهم طبعا ايه تحت الشوية وزي ما قلتلك انت لو مش عايزة السمنة والحركة ديت خلاص حطها كده على الناشف برضو هيتحمر معاك زي ما انت عايزة اهو قل بتاع عد طبعا تحت الشوية بقى وعينك عليها عشان كل شوية تقلبيها تمام عشان وش بتاعها بيحمر واللي تحت ما احمرش فلازم تقلبيها كل شوية كده خلاص انا خلصته بصو شكله بسم الله ما شاء الله جامل جدا ومقرمش تحفى بجد دي كنت عايزة بمعك صوته بس الاسف انا كتمت صوت الفيديو اهو زي ما انتوا شايفين كده شكله وطعمه طحفة عليه طبعا الملح والبهارات والزيت والسمنة يعني بصراحة متزبط من كل حاجة اهو بس شكله جامل جدا ولسه كمان عن حياءه تاني كمان يعني هيدي معاك طعم جامل جدا اهو افرده بقى هجيب بقى الصنقل انا اصلا ايه هقدم فيه انا مش هقدم فدية بس الاول هشوف الرز الرز استوى معيه من فلفل زي ما انتوا شايفاه استوى وزي الفل جاهز معنا كده خلاص نبدأ بقى الرز الصينية بتاعتنا تمام اهو بقلبه من فوق اللي تحت كده وارح جاي مغطيه وهسيبه بقى ودف عليه النار خلاص كده ونبدأ بقى ايه نزبط الصينية بتاعتنا نحط العيش اول حاجة تمام رصية العيش اهو وبعد كده بقى ايه هروح الجاي حطى بقى الشربة مش هحط كتير يدوك بس ايه تلات كبشات كده بس من الشربة او اهم حاجة تاخد بالك عشان خط العيش ايه ما يشربش منك شربة كتير كده معجن كده معاك لا واحدة حطى عليه كمان اه برضو كبشتين برضو صلصة تده طعم جميل جدا اهو اللي ياكل من الفتا بقى ياكل العيش قبنا ياكل الرز من طعمة العيش طعم حيقاء ومزبطاء من كل حاجة بقى طعمه جميل جدا بعد كده بقى هجيب الرز بقى وابدأ بقى هحطه بقى ايه على الوش فيه ناس بتحب العيش اكتر من الرز وفيه ناس تحب الرز اكتر من العيش يعني ده ازواء انت براحتك خالص انت عايزين انت بتعمليه حط بقى الرز كده وافرده في الصينية اهو وازبط كده بقى الصينية كامل معلقة الوش بتاعها واجب الصلصة حطها على الوش اهو شكل عشوائي كده اهو بس كده هجيب بقى اللحمة بقى حطها على الوش اللحمة طبعا انا اصلا كنت حطة ملح في الشربة فيها شربة معايا ملح حط على بس ان الصلصة كده لو انت طبعا عايزت حماريها بمعلقة الزبدة وفلفل اسود ورشة ملح كده على النار هتكون جاملة جدا برضو عايزتك لها مسلوقة كده بس وعليها رشة صلصة حلوة قوي زي ما انت عايزة اهو الطريقة سهلة جدا نفعش اي افتكاس ولا اي حاجة زي ما انت شايفها كده ما شاء الله شك لها تحفة وتعاموها جميل جدا ان شاء الله تجربوها وتقولولي ايه رأيكم فيها بجد جميلة جدا اهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة